بسم الله الرحمن الرحيم وبيهين استعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير عندنا النهاردة حل تلات امتحانات على نص منهج اولى اه ثانية واللي امتحانات كانت موجودة بدقف على الجروب فالمفروض انت سيادتك حلتها واقعد دلوقتي منتظر الاجابة علشان كل يوم قلنا لازم نحتك باللغة علشان ما ننساش لحد يوم الامتحان ان شاء الله اللي هو يكون يوم الا اربع طيب بحلك كده على طول الثلاثة الامتحانات الامتحان الاول اجزاما اه طبعا زي ما انت متعود القطعة اول حاجة تركز جدا في قراءة القطعة وتفهم بعد ما تقرأ كل سطر فيها تفهم هو بيقول ايه نبدأ مع بعض اتنين بيتكلموا مع بعض عندنا حد اسمه دانيال بيكلم البر دانيال بيقول ساليو البر كمان سابل تنفوزان ايجيبسيان البر قال له ايلسابل فريد سامي اعلم على فريد سامي لان ده شخص تالت هيدخل فيه الحوار قال له اه اه جارك المصر اسمه ايه البر قال له اسمه فريد سامي قال له كمان يبقى فريد سامي ده جاره وقال له السي او السي هو بيكون ايضا مناميد وليسي زميلة في المدرسة دانيال قال له سؤال مهم جدا كاليس هنا درس ماهو عنوانه قال له الابتا فيكسا فامي هو يسكن مع عائلته تران ري نابليون باري ساكن مع عائلته فيه اه 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 تلاتين شارع نابليون دانيال سأله سؤال اوعى من السؤال ده عشان يكعبلك قال له كالسانس دفو ايسي كواليتي ما هي دفو يعني اه عيوبو وما هي كواليتي مميزاتو فقال له الانير فو دعيب هو غصبي امباسيان وكمان غير صابور مي لكن الانير سوسيابل هو اجتماعي اسبورتيف ورياضي دانيال قال له ادومان اقول يسي يلا بكرة مع ساما شفاك المدرسة السنوي وخلصوا الحوار تعالي كده على الاسئلة بسرعة سهلة جدا وبسيطة هنا بيقول لي بور سي كواليتي فريد انا ممكن مجاوب السور رقم واحد بدون مرجع للقطعة كواليتي قلنا معناها مميزات فنرفع عصب ديمشميزة واكول او شرح ديمشميزة غير صابور ديمشميزة دايناميك اسبورتيف هي الوحيدة اللي تنفع كميزة اللي هو حركي ورياضي طيب فريد بيكون فريد دا هو اللي احنا علمنا عليه فريد سامي الواد المصري الواد المصري دا بيكون ايه هو الصحب وصف فوق فقال ان هو بيكون هنا محتاج اي صفة طيب بيكون قال ان هم وكمان زمال في المدرسة السنوية يبقى طيب طيب القطع التانية بتقول ساليو دانيال جوسوي تنوفو سيبري كوبان اوعا اوعا من الحاجات اللي بتترمى في النص دي انا بكون زمي لك الجديد عن طريق النت سيبري كوبان معناها صديق عن طريق النت جمبيل علي فريد يبقى الواد اللي بيتكلم عن نفسه هو علي حتى ما ضب اسمه تحت انا اسمي علي فريد جوسوي ايجبسيان انا مصري مي لكن يبقى الواد دا بيحب يتواصل مع ناس اذا هو اجتماعي يبقى هو خدوم يبقى اجتماعي يعني بيساعد كل الناس يبقى قال لي بلعب باسكت بول تينيس والتينيس وبكره لوجوده والفوت بحب اللون بعشاء اللون اللي اغدر واللي ازرق بكل كتير اذا الولد دا اللي بيتكلم عن نفسه هو بيكون هنا دي صفات فيه وكمان الولد اللي قدامنا دا هو اجتماعي وكمان ما تنساش ان هو اللي هو طيب دي ايه طيب تعالى نشوف السؤال الاول انا بيقول لي علي بيكون مفيش ولا واحدة من دول تنفع فعالي غير جرمه عشان قال في الاخر انا بقى كل كتير اللي بعده هنا بيقول لي السؤال اللي بعديه في رقم 6 علي نمبا علي ما بيحبش الوحيدة اللي هو ما كانش بيحبها وتذكرت يا له فوتبول دانيال وعلي بيكونوا وهما بيتكلموا مع عوضة قالوا ان احنا زمالة عن طريق النت علي صون ميل آسف دان صون ميل في ايميل وعلي كان بيعمل ايه هل كان بيقدم زميل ولا بيتكلم عن عيلته ولا بيقدم زميلة تون مؤنسة لا كان بيقدم نفسه فهي يقدم نفسه تعالى ليه على المواقف اقرأ المواقف من اول كلمة الاخر كلمة وترجم واستبعد بعدك ايه اختار تون ميل صديقك بيسألك واحد صاحبة جايه يقولك هي ايه شخصية باباك ماذا انت تقول تقوله انت ايه تقوله هو اسمه ليو دي من السمة شخصية طب هو بيكون مدرس من السمة شخصية وفهمتك في الحصة يعني ايه السمة شخصية طب هو السكن في باريس شيل يبقى عندك س وعندك او طيب عندي فعشرة بيقولي فيها تون ميل انت تطلب من صديقك سون كاركتير كاسكل دي الموقف يتقرأ من اول كلمة الاخر كلمة وتعمل اسقط يا بيه على نفسك وانتقعد في الامتحان على ايه بتكلم نفسك كده لكنك مجنون فيبقى انت تطلب من صديقك شخصيته ماذا هو يقول يبقى انا قلت الواحد زميلي كابتين انت شخصيتك عاملة ازاي هو يقولي فيقولي والله انا اجتماعي خدوم محبوب وهكذا تعالى استبعد يقولك انا صبور تنفع طب انا فرنساوي انا ما طلبتش جنسيته طب انا بلعب كرة ما طلبتش الرياضة طب انا بكون في الفصل ما طلبتش برضو يبقى جوسوية رومانتيك انا بكون رومانسي وكمان باسيون صبور فدي اسمها السمات شخصية جوه الواحد هتللي بعده رقم 11 بيقولي تي ديماند انت تطلب اتنامي من صديقك دو ان ادانتفيه وعرف شخص ماذا انت تقول رايح تقولي واحد صاحبك بتطلب منه انه هو يعرف شخص انت تقول اذا لما روح لواحد زميلي اطلب منه انه هو يعرف شخص او الهالو زي يقوله دمين عشان بعد كده هو يجاوب فيعرفه طيب اقول كيف ينفع من يكون هذا طب ده سؤال بيسأل عن العمر شيل طب سافا بيسأل عن حال شيل انت اسمك ايه صاحبي لأ انا عايز اسأله هو عشان يعرف حد تاني فاقول كده كمائل سابل هو اللي هناك ده اسمه ايه طيب اللي بعده اتناشر تديماند اطانك كاميراد انت تطلب من زميلك اسمه ماذا انت تقول سؤالين يعمل حج رفع ايدك لفول بيسأله عن الاسم كمانت تابل وكالي تنم المفروض انت حفظتهم تعال عليك جرامير اول ما لقى الاشكال دي بقى هو عايز نصرف افعال لما اجا اصرف افعال لما اجا اصرف مع النوع حاجة نهايتها او ان اس اجا برق بعيني الاقي الاربع اختيارات اخرهم او ان اس طيب اروح لايه بعد كده للمعاني فعلي ده معناه يحب طيب ده معناه يملك اللي حفظ بيريح ابيتوم معناه يسكن طيب ده معناه يتحدث انه فعلي بنستخدمه عشان نتكلم عن العمر يملك فاقول نحن نملك طيب انت تسكن قال له خمسة واربعين شرعي الابرة باسأل عن المكان بقو يبقى توي ابيت و سهل قوي طيب اللي ازرق انه بيكون كولور اه عايز اجيب محدد من المحددات فاقولنا المحددات هي ادوات تسبق الاسم عشان تحدد نوعه وعدده فكلمة كولور مذكرة لمؤنس مؤنس اخد طيب فاقول هو عايز اقول هو بيقدم الفعله يقدم طيب ينفسه بريزونت يا مصر ده معناه يقدم نفسه ما ينفعش اقول هو يقدم نفسه زميله بتاع التنس اللي بعدها بيقول لي انها بتكون من ضدة عايز لوني وناسب كلمة يبقى اخد حاجة مفرد لا ده ما تنفعش دي جامع عايز مفرد مؤنس ما فيش عندي غير ماران اش معنى يا مصر ما فيش فاخرة اقول انها تنفع مفرد وجامع ومذكر ومؤنس هتل بعده عندي هنا بيقول لي كلمة كيي كراسات هي كلمة جامع مذكر يبقى اخد كلمة ال هم اسمهم حاجة اخيرة لان التصريف دائما مع الالفك اس بيكون حاجة نهيتها يبقى هم اسمهم لويس ولودو تعالي على المقالي ولا تقلق خالص افهم معنى السؤال اقلب بالعربي اكتب خلصة الموضوع طيب هنا بيقول لي الكومانتو طابل انت اسمك ايه عم الحاج اكتب الاول كلمة ساليومان سهاش عرامة التعجب الزريفة اكتب تحت كلمة طيب اجاوب بقى هنا الراجل بيقول لي كومانتو طابل انت اسمك ايه اقول له انا اسمي وتكتب لي صحة عشان دي هتفرق في الدرجات لو طيرت حرفة طير رأبتك يبقى انا اسمي علي او انس يلا التانية سؤال التاني عندك كم سنة انا فعلي املك اي ج احفظ افوار وقتر وقالية مهمين جدا اقول انا املك اقول لك سنة الحيال اول مرة كمان بيقول اين انت تسكن اقول انا انا اسكن ومثل الخولة هنعتبرها مدينة فنقول خلص الموضوع اخذت ثلاث درجات وانا ماشي طيب هنا بيقول لي في رقم واحد وعشرين بريزونت دو كامرات دو كلاس قدم اتنين من زمالك الفصل سهلا قوي اقول انا املك ج دو كامرات انا عندي اتنين اصدقاء خلاص جدو كامرات اقول اسمهم لكن ما تنساش تبقى الجامع والتصريف لازم يكون صح مهم اوي هم اسمهم علي ا محمد خلاص انا كده قلت اسمهم اللي هي دي عايز اوصف صماتهم الشخصية فاقول علي يكون التصريفات يا اخواننا علي بيكون مثلا رغاي ومحمد او اخد فصلة اقول محمد بيكون اه سوسياب اجتماعي طيب اقول لونهم مفضل اقول كده علي ام بيحب لو ما نساش ذار اللي اخدر ما لكن محمد بيحب اه زي الفول اوه يا بوس ايدي وش وضهر اخد الاربع درجات من هنا واصير يا معلم كده يبقى انت قفلت هاته اللي امتحان اللي بعده بسرعة ما عندناش وقت اللي امتحان ده اخد عشر دقايق اللي بعده طيب نخش بعد كده على اللي امتحان التاني ها خش عليه خش عليه محي طيب هنا بيقول لي في الفصل كلمة معناها وجهة او طرحة ست كيستيون هذا السؤال ايه هو السؤال يعني الحاج ما هي شخصيتكم او سمتكم الشخصية يعني كل واحد يقوم يقول لي سمته الشخصية ايه قال لي بعدها وها هي اجابات التلاميذ اربع جاوبه مونيك قالت انا بساعد الناس يبقى هي قالت وحب توصل مع كل الناس يبقى هي اجتماعية ماريون قالت خدودي بتحمر يعني خدود وروش بتحمر عندما تحدث مع يعني الناس يبقى هي بكلم كتير مع صحابي وانا بكون رياضي جدا دانيل قال بحب النظام انزل على الاسئلة هنا بيقول لي اذا الان بيحب الان هنا بيحب ايه يتكلم كتير بس اللي بعضه السؤال رقم اتنين ده مهم جدا وتستنتجه من القطعة ما تجيش بقى يقول لك دانيل وماريون فين دانيل اهو وفين ماريون اهي ما يجيش يقول لك علاقة اللي اتنين ببعض ايه فتقوم انت هب تاخد تقوم خبط اي واحدة كده تقول لي يا عم الحاج استنى يا بيه افهم هو بيقول ايه الاتنين دول علاقتهم ببعض اجيبها منين اجيبها من فوق قال لي هنا في قلب الفصل المدرس طرح يبقى الاتنين دول يبقوا البعض ايه اكيد مش ولاد عم يبقى افهم استنتاج اللي بعده طيب عندي هنا في رقم ثلاثة بيقول لي مونيك ايه البنت اللي اسمها مونيك دي كانت سيربابل واسوسيابل اجتماعية وخدومة طيب هنا بيقول لي برضو استنتاج المدرس طرح سؤال فيه الفصل يبقى طيب تعقط على اللي بعدها هنا بيقول لي في هذا الايميل انا هقدم ليكي اتنين زميلي في النادي ووحدة زملتي في الحي استنى اهدى قالت يعني ها هي ندى ادي الاولى زملتي في لعبة الباسكت هي بتكون رغاية لكنها لطيفة بتحب النظام ايه سي فريدة وها هي فريدة او انها بتكون فريدة ماكو بيندو جودو زملتي في لعبة الجودو الاتيميد هي خجولة اسوريانت مي المانجي بيكو لكنها مفجوعة قالت بعد كده جوتو بريزانت اوسي ريهام هقدم لك كمان ريهام ماذوازين دو كارتي يا زملتي في الحقيقة الجو اوتينيس جونينبالو تينيس انا مرحبش التينيس ومضت باسمها مونة وقالت تشاو خشي على اسئلة انا معلم على فريدة فريدة بتكون خجولة ومبتسمة وكمان بتاكل كتير اسحل يغفلونا يبقى بتاكل كتير يبقى جرماء طيب هنا بيقول لي مونة وريهام بيكونوا فين مونة اللي بعتها الرسالة طيب فين رهام اخر بنت قالت ان هي ايه جارتي في الحي يبقى السؤال التمانية ده حلو وما تهبتش ارجوك من فضلك ركز وفهم في ايميلها مونة بتقدم اه بتقدم ايه بقى بنت بنتين تلت بنات وولد ولا تلت بنات فقط ارجع قالت انا هقدم اتنين زميلي في النادي وكمان هقدم واحدة زميلة في الحي اذا دول تلاتة بتبقاش بلاصي وتلاقي رقم اتنين هنا تروح نازل واخدها من تحت فحسبها لك غلط هتللي بعده مواقف صديقك بيسألك صاحبك بيسألك عن اسم اخوك انت تقول تقول اخي اسمه كذا انه واحدة اللي تنفع تعالى هو اسمه علي تنفع طب بيسأل عن اخ اعلقة مونة طلع صنم اسمه يكون فريد اه تنفع طب تاع الباقي انا اسمي سامي ما بسألكش عن اسمك هو بيكون سامباتيك لطيف ما بسألش عن سمته بسأل عن اسمه بس طيب عشرة اوعى اوعى من كلمة معناها عيوب بتتكلم عن عيوبك يا معيوب ماذا انت تقول تقول انا اجتماعي ده مش عيب انا عصبي على نفسك طبعا ده عيب انا غير صبور ايوة انت غير صبور وهتتصرع في الامتحان وهتعك الدنيا تنفع طب انا مبتسم ده مش عيب طب انا رومانسي الرومانسية مش عيب اللي بعده انت بتاخد اذن من زملائك ماذا انت تقول تحيتين ودعي اخواننا وخلص الدنيا معناها الى اللقاء الباقي مينفعوش رقم 12 انت بتوصف والديك ماذا انت تقول بوصف ماما وبابا فقول هم بيكونوا فقول هم بيكون اجتماعيين اه تنفع هم ساكنين في طنطا ماليش دعوة هما بيكونوا مبتسمين تنفع الباقي ينفع هما بيحبوا التنس مسألتش عن الرياضة هما عندهم اتنين واربين سنة مسألتش عن السن اللي بعده جاوب اجابة اللي هو بيكون خجول بسأل عن السما الشخصية بحاجة اسمها كما تتصرع تعكد دنيا هنا بيقول لي ليه وتوما سعوض عنه عايز ايه عمل حاجة هنا عايز تصريف انها معاها طيب الضمير التوكيدي بتاع أنا أنا بحب الكورة طيب اللي بعدها 16 أعوض عن كلمة بألا بك اس عشان دول مؤنسين طيب وعايز هنا ايه صفات حاجة اخرها او استجامة مؤنس صديقات جيان بيكون اللي بعدها هنا في 17 كيلاج التصريف مع الفو بتاع يملك حضرتك عندك كم سنة مونة ونادى عوض عنهم بألا بك اس هن عايز تصريف الفيرب فاقول لي هن يكون في الفصل هن بيكون في الفصل طيب هنا بيقول لي كومان لجارسان الجارسان دول الاولاد عوض عنهم بألا بك اس حاجة اخرى او انت ما اسم الاولاد هاتل لبعده كل امتحان كل امتحان بياخد منه عشر دايق بالزبط طيب مقالي افهم واقلب والدنيا تيمش زي الفل هتعمل غير كده انت اللي هتتقلب وانت اللي هتتشأل في الامتحان وهتلاقيني بطردك هنا عندي كلمة انزل انزل انزلها حطها تحت كلمة هنا عندنا كلمة انزلها زي ما هي عشان ما انساومش كده بس طيب افهم بقى اي لون انت تفضل تعال انا افضل وغيري التصريف هنا التصريف مع تي او اس التصريف مع الجو او بس ما تنساش الحتة دي مهمة جدا لو غلط فيها اشأل بك فهنا انا افضل اهو التصريف مع الجو حاجة اخرى او انت بتفضل لون ايه اي لون لنوار هتضل لون لسود اتنين كاسك معناها ماذا انت تحب كرياضة رياضتك اللي انت بتحبها تقول انا احب جم ل فط اللي بعده تلاتة بيقول لي ما هي مميزاتك ده سؤال مهم جدا اقول انا واوصف نفسي جسوي بنتكلم عن السمات الشخصية باستخدام فاقول جسوي اه عايزين سمات شخصية كويسة فاقول مثلا انا بكون انا بكون اجتماعك دي حاجة كويسة ممكن تقول مبتسم ممكن تقول صبور ممكن تقول اهم حاجة حاجة كويسة اه انزل تحت هنا بيقول لي اوصف شخصياتك وبيقول لي اتكلم يا كابتن عن عيوبك وتكلم كمان عن مميزاتك طيب فاحنا نوصف نفسنا عليك بقى لو انت واتصيع كده وبيتم دقدقة ترجع للقطع اللي هي كتت موجودة في الامتحان فاتطلع منها سمات شخصية خلاص فلو رجعنا مثلا هتتكلم عن نفسك او الحاجة هتقول انا اكون عشان توصف سمة ممكن تقول دي حاجة سيئة انا اكون رغاية وتقول ايه بقى انا بحب اتكلم مع زميلي يا سلاف لو عملتها تبقاوت بتفهم فتقول انا احب اتكلم بارلي اذك مي زمي ضربت عصفرون بحاجر جبت فيرب اتر اهو هنا وجبت كمان الفعل يتحدث اهي خلاص احنا اتكلمنا هنا عن ايه عن حاجة سلبية عايز اتكلم بقى عن حاجة اجتماعية فقول هو جيب لي هنا اي دي اللي هو معناها يساعد فلازم تقول له اه انه والله ان انت شخص سيرفابل يعني ايه سيرفابل يعني انت كده شخص خدوم فتقول مثلا انا بحب ساعد الناس او او مثلا ممكن تقول جي سوي انا اكون وممكن تجيب معاها طيب فانقول انا بكون خدوم فقول جي سوي مثلا سيرفابل سيرفابل ان دي جملة ودي جملة ودي جملة ودي جملة بس اضوف لي كمان واحدة اقول لي مثلا انا اكون جسوي سبارتيف انا اكون رياضي جملة اهم حاجة تبقى ايه قادر ان انت تكتب لجملة بين اللي انت تاخد درس عن دراس فرنسيوي يعني طيب كده انت وخلصنا الامتحان التاني كل امتحان خد مننا بالزبط عشر دقائق خلاص اتعان نشوف اللي بعده طيب خشي لي يا بي على الامتحان رقم تلاتة هنا القطع الاولى بيقول لي فيها اتنين بيتكلموا واحدة اسمها زوية واحدة اسمها ليا خلي بالك هيخش في الحوار اتنين كمان واحدة اسمها ماريون هنا يملكننا كما عام هي قالت أو عند الكلمة دي هم بيكونوا توأم زوية قالت لها ما هي سمتهم الشخصية بقى ماريون قالت ماريون ايتميد ماريون بتكون خجولة بكون اجتماعية وخدومة قالت وقلبت هم سكنين فين ليه قالت في حي اللي هو حي الظهور تعال اسئلة ليه عندها كم سنة البنت ويا بتتكلم قالت أنا عند سبعتاشر سبعتاشر طيب هنا ليه وصارة بيكونوا ادي سارة ودي ليه هم الاتنين دول صحاب صح؟ هل فينا كلمة صحاب لا؟ زمالة في لعبة الباسكت ولا زمالة عن طريق النت ولا اخوات ولا جبتها منين دي عام الحاج انت؟ قالت تحت خالص ان هم سكنين في نفس الحي فاستنتاج كده يبقوا جيران طيب ماريون ام البنت ماريون دي كانت بتحب ايه؟ من صفات ماريون هي خجولة ومفجوعة طيب عندي ايه؟ تأكل كثيرا طيب ماريون ايه سارة سان ماريون ايه سارة تذكر انهم توأم ومدام توأم يبقى اخوات دي سارة اللي بعده طيب القطع دي حلوة قوي بيقول لي فيها ساليو اتوس اهلا كل الناس ولد كتبها اسمه ويليام جوزاف بيقول فيها جو سوي تن نوفو كامراد انكلاس انا زيمي لكي قريد في الفصل جو مابل ويليام جوزاف اسمي ويليام جوزاف جو سوي فرانسي انا فرانسي دوريجين من اصل ايجيبسيان من اصل مصري مان بير ايه دكتور بابا دكتور دان زانوبي تالا باري في مستشفى في باريس مان مار ايه فرانسيز امي فرانساوية ايه بخوفيسور دو فرانسي هي مدرسة لغة فرانسية ايه لا هي بتملك كارنتان عندها اربعين سنة كامامبار بابا ومامطو الاتنين عندهم اربعين قالت جين بكولو تنس انا بحب اوي التنس لو فوت كورت القدم الو باسكت الولد بيقول ان هو بيحب تات رياضات دول جو دي تست لو جودو بكره الجودو الو كاراتي والكاراتي جي سيزو عند ستاشر سنة جو سوي سو سيابل ايباسيان انا اجتماعي بحب راتب قطي اخوية قلتلك الفعل بيتم نفيه في اللغة الفرنسية اذا وضع بين النو وبين الباي بقى ده فعلي منفي هنا خلي بالك ان هو بيقول اخوية لا يكون منظم هو كمان مفجوع الى دي زون عند ستاشر اتناشر سنة هنا بيقولي ما تبقاش انت عيل ترشغي فتقوم ايه مستر ادي كلمة اردنيه ودي تحت كلمة اردنيه فام جاي واخد اللي هي اردنيه دي اعملها صح اقوم انا جاي بالقلم مش اعملها لك غلط بقى اقوم بالقلم على وشك على طول عشان احنا هنا هي كلمة دي تايها يابا فانت نازل بتدور عليها تحت اسمها قطعة فهم افهم هو هنا نفي اخويا مش منظم اه تنزل تحت بقى اقولك اخ وليام بيكون ايه فتقولي هو منظم يا عم فوق الله يرضى عنك يبقى هو مش رياضي ولا اجتماعي هو غير منظم يعني دي زوردون ايه اللي بيفهم بيريح اللي بعده هنا بيقولي الودة قالي ان امه شغالة ايه؟ مدرس الفرنسيوي يبقى شغالة فين؟ في نادي مستشفى سينما مدرسة سنوي استنتاج قطع حلوة قوي ما تستبعتش ان انا جبالك في الامتحان ممكن تيجي هنا بيقولي الودة كان بيمارس كان من رياضة تلاتة عد نوم احنا ماشيين بقى بعض يبقى ترواسبور طيب طلع لي بقى شكلها من تحت لو مش حافظ الارقام اقعد لي بقى اقولتهم دوزان اتناشر كارانتان اللي هي اربعين كارانت دوزان دي اتنين واربعين طيب سيزان ستاشر طيب اللي بعده هنا انت تطلب من صديقك وعمره ماذا انت تقول اذا اقول له كابتين عندك كم سنة فقول له انا عندي ستاشر وانت وي اقول له كيلاجاتي البقى ما ينفعش طون كوبان صديقك كومبران دا فعل اسمه ايدا كومبراندر دا فعل معناه يفهم سجل عندك وفيت يعني سريعا كلمة فيت دي معناها سريعا بيفهم بسرعة كاس كتدي انت تقول ايه تقول بيجيب درجات كويسة وي بيكون زكي هو غير منظم هو احمق هو اجتماعي ما ينفعش على الاتنين اللي في الاول هتلي بعده حداشر بيقول لي فيها انت بتحيي بابا وماما لو متا الصبح ماذا انت تقول صباح الخير يا ابائي وي ما تنفعش ما تنفعش يبقى اللي هو يومكو سعيد حطي لي حاجة اسمها نو حاجة اسمها با لسه متكلم معك فاهم من شوية قلتلك لو الفعل تحط ما بين النو والبا يبقى هو فعلي منفي انت مش كويس كاسك ماذا انت تقول تقول انا كويس لا وخلي بالك من التعبير ده اوعى من التعبير ده مهم جدا انا لقى اكون بخير ما تنفعش وده ما تنفعش وبرضو خلي بالك من التعبير ده مهم جدا بوف سافامل الاتنين دول اللي انفعوا خلاص تلات عشر محتاج محدد تبقى جملة كولور عايز اوصف الكلمة دي مؤنسة مفرد اخد بلانش علي وسارة جمع مذكر بصفة جمع مذكر اخرى اس فقط بسأل عن اللون بحاجة اسمها كل والكل بتسأل عن نوعية الاسم الموجود في الجملة كولور مؤنسة فياخد دي قال لي انهم بيكونوا جيراني عايز اقول من يكون هؤلاء فقول كي سوسان فتقول لي سوسان انهم بيكونوا دي اللي هم جيران اللي بعده علي وينتا اي اسم زائد حاجة اسمها وينتا بيساو عندها تصريف فو قلنا الكلام ده قبل كده تصريف مع الفو حاجة اسمها روجار دي طيب كلمة فوت ومفرد مؤنس فاخد لا تعال على المقالي اكتب الكلام ده عشان ما تنسهوكش واكتب قبل يوست عن جاوي كيف يسمى زميلك في لعبة الجود او ما اسم زميلك في لعبة الجود عشان معناها ماء او كيف فقول هو اسمه بتكتب صح عشان اي غلطة في التصريف هحسبها غلط هو اسمه احمد اتنين اي رياضة هو يفضل اقول هو يفضل الجودو عشان بيقول لي اسم زميلك ايه في لعبة الجودو فقول لي هو اللي هو جودو هو يفضل الجودو طيب هو اين هو يسكن هو يسكن الى بت اي مدينة من المدن بقى حطه قدام حرف جره اه اكتب مسلا هو ساكن اه خربتها بتقول لي ايه خربتها دي مصر اقول لك مدينة اسمها انت منين من خربتها طيب تعا نشوف تحت هنا بيقول لي قدم جارك في الحي اول حاجة نقول لي ان احنا بنملك جار في الحي فاقول جي انا املك اكسب جمل هو بيقول لي اسمه فاقول هو اسمه السابل اه علي كمان عايز نتكلم عن عمره فاقول هو بيملك خلاص بقى مدام انطلقت كده الدنيا تبقى سهلة هو يملك هو يملك ده اه خمستاشر سنة بيقول الكلام عن سمات الشخصية فاقول هو حاجة سلبية وحاجة ايجابية هو هو بيكون رغاي سلبي اهو اه 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 خليها مسلا هو بيكون رغاي واخدوه بس شكرا كده خلصنا ثلاث امتحانات في ثلاثين دقيقة كل امتحان واخد عشر دقيقة اقعد كده قدامهم كررهم مرة واثنين وثلاثة لحد ما تفهم بنحل ازاي في حاجة مش فاهمها موبايلك وبعتلي في اي وقت هتلاقينا برد عليك خلاص عندك امتحان باذن الله يوم الاربع الامتحان هيبقى كويس جدا وسهل من كل الحياة اللي احنا اخدناها زاكر كويس عشان قلنا عندنا خمس ورقات بمية للاول بس اتفقنا يلا مع السلامة وشوفكم لاربع